بسم الله الرحمن الرحيم. اعرفش يا الناس فلوسها حرام ولا ايه? يعني ده منظر شايف الرطوبة مسكة في الخرصانة. ازاي دي الاساسات. اساسات دور ارضي. اهو. لا عزل. ولا يعني عمل طوب اسمانتي حتى بقصية الردم. رقبة العمود. شوف طول قد ايه تحت في الردم. الحديد هيتآكل. هيوصل هيجي عليك فترة. انك حضرتك ما عزلتش الاساسات وما عزلتش رقبة العمود لحد مكان الردم. وهتفاجأ ان العمود بدأ يضعف. بعد شوية تلاقي العمود حصل فيه شروخ بقى ان العمود ريح. ما خلاص ما انت النهاردة هو العمود ده تحمل عليه النهاردة? دور ارضي او دور تاني? هيشيل. لكن لما تحمل عليه الاربع تدور مرة واحدة بقى خلاص. خلاص مش هيقدر يشيل بعد فترة من تآكل العمود نفسه او تآكل الحديد اللي داخل العمود. خرص انا مش هتقدر تشيل. يا اما يحصل لك انهيار يا اما يحصل شروخ فيه ما بعد. طب ايو انت وفرت ايه في العزل يعني او العزل كله خمس ست الاف جنيه. وفرت ايه? شايف الخرصنة الرطوبة مسكة فيها ازاي? الرطوبة دي مش هتنتهي. الرطوبة دي هتفضل مسكة في الحديد لحد ما يبدأ يتآكل. يتآكل وبعدين يتآكل وبعد شوية تلاقي البرومة مسكت في الحديد بتاع البيت كله. انا عارف ان هي مش هتحصل النهاردة. عارف ان انت مش هتحسي بالكلام ده دلوقتي. هتحسي بيه بعد عشر سنين. يبدأ المشاكل في البيت تحصل. طب انت مش صارف بق فلوس ايه ولا فلوسك حرام انا مش فاهم. ما عارفش الناس بتنصح بالناس بحاجات غريبة. زي مسلا الناس اللي بتقول لك انا هستخدم اسمانت سيوتر عشان مقاوم ويحمي لي الاساسات. وما عزلش. كده انا وفرت العزل. مين قال ان الاسمانت سيوتر بيستخدم في الاسات? اولا الاسمانت سيوتر. ايجاده اقل? سيانيا وده الاهم. هو ما بيمنعش ان المية توصل للحديد. هو بيحمل خرصانة كخرصانة. بيحميها من الاملاح كخرصانة. لان احنا عشان بنستخدمه فين? احنا بنستخدم اسمانت سيوتر في الصرف الصحي الصرف الصناعي. الحاجات دي. لكن ما بنستخدمنوش عشان يمنع المية. هو ما بيمنعش المية. مش هيمنع المية انها توصل. وإلا مش هنعرف نعالجه. هو معنى كده ان حضرتك لو هو بيمنع المية. ما كناش بقى استخدمنا بقى السيكا مية وسبعة والدهانات. العزل والكلام منت. ما كنتش هتقدر تعالج الخرصانة وترشها مية. ما خلاص ما المية. خرصانة منعت المية. هترشها مية هتبقى مالاش لازمة. يبقى الناس كلها تشتغل بسيوتر وخلاص افضل. بدل ما انا برش مية. لا مش هرش مية خالص. بلاش يا جماعة والنبى فاتي لا مش هرش مية.